النهاردة عن نقدم نموذج لأولادنا يفهموا من خلاله إزاي؟ إن الهجرة مش مجرد حدث ولكن الهجرة حياة الهجرة نموذج عيش النموذج ده بيقول إيه؟ بيقول لنحن عندنا سبع مشاهد في كل مشهد فيه قيمة كل مشهد بيهلنا قيمة في مجال من مجالات حياتنا المشهد الأول اختيار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبو بكر يكون رفيقاً له في الهجرة سيدنا أبو بكر في شوية صفات سيدنا أبو بكر كتوم سيدنا أبو بكر ما يحبش كتر كلام خالص سيدنا أبو بكر كتوم سيدنا أبو بكر صادق لدرجة إنه بقى إسمه الصديق سيدنا أبو بكر حبيب لحضرة النبي يبقى إيه اللي حاصل؟ ولذلك لما سألوه من أحب الرجال إليك؟ قال أبو بكر أو قال أبوها للسيدة عائشة يبقى اختيار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا حسن الاختيار كل مهمة لها شخص هو الأحسن فيه فلازم نغرس في أولادنا والعلم أولادنا قيمة حسن الاختيار يعرفوا أن طول الوقت بنختار إحنا طول الوقت أنا وبكلمكم دلوقتي قاعد بختار ما بين الكلمات هم وراحين مدرستهم بيختاروا اللبس هم وبيتكلموا مع أستاذهم بيختاروا الكلام هم وبيتكلموا مع بعض وبيتنقشوا في أي شيء علمي أو حتى هم بيكتبوا بوست على صفحتهم بيختاروا فلازم نتعلم حسن الاختيار ومن الحفاظ على كرامتنا أننا نختار ما يتناسب مع تكريم الله لنا فقبل ما نختار لازم نختار بثلاث معايير أعلم أولادنا لأي حالة تختارها اختارها الأكتر رحمة، الأكتر خير، الأكتر جمال ثلاث معايير الرحمة والخير والجمال فمن حسن الاختيار مثلا ما نستقلقش أوقاتنا وطاقتنا على التليفون، على اللعبة على التليفون لأن ده خلاف الرحمة بزواتنا خلاف الرحمة بزواتنا، بعنينا، بجسدنا احنا محتاجين نقسم وقتنا عشان نقدر نعطي لكل ذي حقا حقا المشهد التاني يبقى هو، ده ربنا مثال يبقى أنا ما استهلكش حياتي قدام التليفون مشهد التاني مشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك سيدنا عليه كرم الله وجهه عشان يرد الأمانات وهنا نتعلم قيمة مهمة جدا جدا يبقى أول حاجة أعلم ابني أي حاجة، لو أنت حتى عايز تقعد تتفرج على البرنامج معايا لازم يكون عندك حسن الاختيار تختار المكان وتختار الطريقة وتختار هتكتب ورايا ولا لا، يبقى أول حاجة حسن الاختيار، تاني حاجة أنت وقاعد مفيش حاجة تبقى تقيل عليك في حضرة النبي علمنا ترك سيدنا علي عشان يتخفف من الأعباء ويرد الأمانات للناس فلذلك يتعلم الإنسان قيمة عايز توصل لمرادك بسرعة وما تبقاش فيه معوقات وتتحرك بخفة تخفف من الأعباء والأمانات للناس اللي حواليك فنعلم أولادنا أن من أهم سوء بالتخفف عن الأعباء هو الاعتذار إيه اللي حاصل؟ ما تبقاش أنت شاي الهم اللي حصل بينك وبين الناس ولكن نعلمهم أن الاعتذار من شئ من رجال الكبار فنعلمهم أن الاعتذار دي فضيلة وأن الاعتذار ده بيخلي الإنسان يحافظ على حقوق الناس وعشان كده إذا كنا عايزين نحافظ على حقوق الناس ممكن نحافظ عليها بأشكال كتيرة منها مثلا أن احنا نحافظ على أسرار الناس مثلا ومن نتعداش على خصوصيتهم زي أننا مثلا قبل ما ننشر صورة الحد على السوشيال ميديا مثلا نستأذنه على سبيل المساء زي أننا نحافظ مثلا على عراض الناس وسمعتهم فمش أي خبر ننشره لأنه ده نوع من أنواع ماذا؟ تحميل الناس أعباء احنا عايزين تحميل نفسي أعباء أنا مش محتاج لها ليه أخاطر بأننا أنشر صورة حد ممكن هو يتأذى فعشان كده إيه حاصل؟ تاني درس بنتعلمه نتخفف من الأعباء نتخفف من حقوق الناس المشهد الثالث عندنا مشهد الكفار وهم وقفين على باب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم منتظرين خروجه والله سبحانه وتعالى بيقول لنا في مشهد ضراءة واجعلنا من بين أيديهم سدة ومن خلفهم سدة فأغشيناهم فهم لا يبصرون فالمشهد ده بيعلمنا قيمة مهمة جدا جدا مش هيقدر الإنسان يترقى ولا يخرج من الديء إلى الساعة إلا بالمبادرة حضرة النبي ما فضلش قاعد جوا بيفكر لكن بادر وخرج فلازم تتعلم المبادرة والمواجهة إنك تبادر وتواجه فإن الجبار سبحانه وتعالى يجبر خاطر ويسترك عند المخاطر ربنا هيجبر خاطرك ويسترك عند المخاطر فأغشيناهم فهم لا يبصرون فلازم يتعلم شوية جرأة فالله سبحانه وتعالى يجعلك ماذا؟ تمر في وسط المخاطر ولا تراك المخاطر فجميل إن في أوقات الأزمات نعلم أولادنا المبادرة فمثلا لو فيه أزمة أو مشكلة مفيش مانع إذا كانت المشكلة دي في محيط الأسرة لو حد من أولادك عنده فكرة لحلها اسمعوا وطوروا الفكرة دي لما يتعود إن هو يبادر بفكرة أو بحل بسيط ويتعلم المسؤولية ويتعلم شجاعة التصريح برأيه وإنت كمان تساعده على ده إيه لا يحصل؟ هيبقى عنده قيمة المبادرة ويخرج من شعور العجز والمظلومية إلى شعور ماذا؟ إلى شعور الشجاعة والمسؤولية فكمان ده مشهد مهم جداً بيعلمنا قيمة المبادرة المشهد الرابع عندنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اختار عبد الله بن قريق وبعد كده صار في طريق غير معتاد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش رحالة ما بين المكة والمدينة بس اختار أنه يرفع قيمة هنا مهمة جداً جداً ويقيمة التجريب وتشجيع الابتكار فإيه اللي حاصل؟ فلما اختار الطريق غير معتاد مش حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وراء الدليل فعلمنا أن احنا نرفع قيمة التجديد والابتكار فأوقات أولادنا كتير بيكون عندهم فكرة أو نفسهم يجربوا حاجة معينة فبنحبطهم بعدم ثقتنا فيهم لا شجعوا أولادكم على التجريب حضرة النبي شجع شجع عبد الله بن قريق على أنه يجرب حاجة جديدة يجرب طريق جديد وخليكم في دهرهم ولاحظ ميولهم ومهاراتهم ومشجعهم أنهم يستثمروها المشهد الخامس يبقى عندنا قيمة مهمة جدا جدا اسمها قيمة التجريب والابتكار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في المشهد السادس مع سيدنا أبو بكر في الغار لدرجة أن سيدنا أبو بكر بيقول لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم إنه نظر أحدهم تحت قدميه اللي رأينا هو أكيد حد نظر تحت قدميه بس ما شوفوكم ليه؟ لأن الله تجلى عليكم باسمه فأغشيناهم فهم لا يبصون وتجلى عليكم بجمال صفاته سبحانه وتعالى جمال إيه بقى؟ لما قال له حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثلاثهما؟ إن الله يلبسهم بقى يلبسهم سوب إيه؟ سوب لا تدركوا الأبصار فمش هتشوفنا ولذلك القرآن يسطر ده إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا يبقى حضرة النبي بيعلمنا قيمة مهمة جدا قيمة اليقين من مدد الله سبحانه وتعالى فكل الناس اللي ارتقوا كان عندهم اليقين من مدد الله إننا لمدركون قال كلا إن معي يا ربي ساهدين فتبقى عندك يقين من مدد الله وكل الناس اللي عجزوا على فكرة واحبطوا تركوا مدد الله سبحانه وتعالى وإذلك من أهم دواعي أن ثقة أولادنا في زواتهم هو ثقتهم في ربنا وإحنا ننشأهم على إن في علاقة خاصة ما بينهم وما بين ربنا دايما نخليهم عارفين إن ربنا سبحانه وتعالى ما تركهمش لا تركهم ما ودعك ربك وما قاله ربنا سبحانه وتعالى ما بيسيبهمش وإن ربنا سبحانه وتعالى بيحبهم وإن ربنا بيمدهم بمدده دائما وهو معكم أينما كنتم رأي أتركك ولازم تتأكد من ده أليس الله بكاف عبدة وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم في مشهد السادس مع سراق حضرت النبي صلى الله عليه وسلم سمحه وتغاضى عنه علشان يعلمه إن المنتقم لا يستطيع أن يحيى برحة بال لا يحيى بحق إلا المتغاضي المسامح فكانت القيمة السادسة يا قيمة المسامحة والتغاضي فنعلم أولادنا إن الشخص المتزن إيه لي يحصل؟ ما يقفش للناس على الوحدة وخير الناس هم اللي عارفين عن الناس وفي نفس الوقت بيتغاضوا وما يقفوهمش وما يقزوهمش المشهد الأخير بقى وبيجيب لنا القيمة الأخيرة قيمة طلع البدر علينا واللي بتعلمنا الفرح بنعمة ربنا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الفرح بنعمة الله سبحانه وتعالى زي ما فرحنا بقدوم النور الفرح بقدوم الحبيب صلى الله عليه وسلم حبيب الغفور سبحانه وتعالى أصل النور حضرت النبي صلى الله عليه وسلم فالفرح بنعمة ركن من أركان اتزان الشخصية وركن من أركان النعمة والنعيم في الحياة في نعيم في الحياة بنحسوا لما نفرح بنعمة وعشان كده القيم السابع بقى تعالوا نقرها ببساطة كده نقول لكم السابع قيم وراء بعض كده أول قيمة قيمة حسن الاختيار وصدق التوجه تاني قيمة التخفف من الأعباء علموا أولادكم أنهم يتخففوا من الأعباء القيمة التالتة قيمة المبادرة والمواجهة القيمة الرابعة قيمة التجريب والابتكار القيمة الخمسة قيمة اليقين من مدد الله سبحانه وتعالى القيمة الستة هي قيمة التسامح الطواضي القيمة السبعة هي قيمة الفرح بنعمة الله سبحانه وتعالى هل لكم إجراءات بسرعة كده ممكن نعملها عشان نوصل لهذا الأمر أول حاجة اقرأوا مع أولادكم أحداث السيرة من كتاب من كتب السيرة بس بيكون بيتكلم عن السيرة بالنمزاجة اللي أنا قلت لكم عليها دي وفكروا مع أولادكم ايه اللي ممكن ياخدوا من السيرة ويبتدوا يعيشوا بيه من النهاردة في حياتهم علموا أولادكم النموذج اللي تكلمنا عليه النهاردة النموذج السباعي ده بالقيم السبعة دي وخلوهم يختاروا ثلاث قيم يجربوها ويحددوا الخطوات اللي ممكن يعيشوا بيها الإجراء المهمة كمان ام لوا بيتكم بنور حضرة النبي صلى الله سلم بحضرة وجمال حضرة النبي صلى الله سلم وحب حضرة النبي ويرد تخصصوا مجلس للصلاة على حضرة النبي صلى الله سلم في بداية السنة الجديدة ونشدوا واذكروا محاسن حضرة النبي ووسعوا على أهلكم على أهل بيتكم ودخلوا على قلوبهم السرور والمحبة عشان يفضلوا سعداء بحضرة النبي صلى الله سلم المترجم للقناة